السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية حصريا جديد أخبار جاردة الكورانيوز لنهار اليوم طبعا قال لك رغم عدم ضم أسماء كبيرة في شبيبة القبائل في هذا الميركات الشتوي إلا أن أي جوذي يطمئن الأنصار ويؤكد أن الشبيبة ستنهي الموسم بقوة في خضم الانتقاذات التي طالت الإدارة في الأوين الأخيرة بسبب أذم قدرتها على ضمان أسماء كبيرة توفي بالغرض فيما بقي من موسم أبا المدرب عز الدين أي جوذي وبحكم معرفته الجيدة بالفريق إلا أن يؤكد على أنه واثق من أن الوجه الذي ظهر به الفريق في مرحلة الدهاب لن يكون نفسه في الأيام المدرب يؤكد أنه لن يبقى في الفريق إلا من يستحق ذلك جدد مطلبه بضرورة الدعم القوي من طرف الأنصار طمأن أنه سيجد صراحة تشكيل الأنسب في باقي المشوار التحذيرات للقاء مقرر تتواصل وحذاري من تضييع النقاط يعني كل نقطة سيكون وزنها من ذهب من الأنفة صعيدا فرق المؤخرة يعني حذرت نفسها جيدا ولا يوجد فريق سقط مبكرا تربص سيدي فرج يتواصل وأيد جودي يبحث عن لقاء ودي يعني يحب يدير لقاء ودي مع شبيبة القبائل باش يجرب اللاعب الجديد المالي هذا تعوى ما ماذه ذيق الوقت قد يحول أو قد يحول دون ذلك يعني والكوتش يصر على الأجواء العائلية وإنهاء كل الخلافات بين اللاعبين خلينا الآرات يكون في التعليقات ولكم الحكم